أهداف المركز هو حث الشركات العالية على الحوكمة الجديدة نحن مهم جدا عندنا أن نجاح الشركات العالية التي تساهم 70% من اقتصاد إمارة دبي كلما يأتي من القطاع الخاص فالآن المؤسسين ما قصروا أسسوا ولهم نجاحات كبيرة نحن نحرص أن الشركة الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أن تنتقل من الجيل المؤسس إلى الجيل الثاني إلى الجيل الثالث بث الوعي عند المؤسس وبث الوعي عند أفراد الأسرة أن أهمية المحافظة على هذه الشركة مهمة بالنسبة لحكومة دبي واقتصاد دبي قراءة الحركة الصريح فيما قبل أن القانون الجديد والمركز وكافة الإجراءات التي تتم اتخذها في الفترة الأخيرة ممكن تشجع على إدراج هذه الشركات ونحن مطلع العام الحالي تحديدا في شهر إبريل الماضي رأينا إدراج الأنصاري للخدمات المالية هل في شركات بتتحدث مع الغرف في الوقت الحالي أو غرف الدبي في الوقت الحالي للإدراج خلال الفترة الراهنة؟ قرار الإدراج هو قرار راجع للشركة هم عندهم الخيار المحافظة على الشركة كشركة خاصة وتنتقل إلى الجيل الثاني والثالث أو الخيار الآخر هو إدراج جزء من الشركة في سوق المال هذا خيار راجع لهم نحن نعرضهم محاسن ومساوي الخيارين وهم يختارون برأي حضرتك من ضمن أيضا الإجراءات التي تحتاجها الشركات العائلية لاستمرار ما بعد الجيل الثاني والثالث وما إلى ذلك هل ممكن تغيير نطاق العمل بعض الشيء؟ يعني يمكن مجموعة الغرير واحدة من المجموعة التي تحدثت عن الدخول في قطاعات جديدة وأسواء أيضا جديدة سيد عبد العزيز الدخول لشركات خاصة وشركات العائلية في قطاعات جديدة هذا تابع لإستراتيجية الشركات العائلية وتوسحهم سواء محليا أو إقليميا أو خارجيا تابع للشركات أما نحن في المركز الشركات العائلة في الغرفة نحرص على استدامة هذه الشركة وهناك وحثم على التحول إلى القانون الجديد للتحادية وقانون إمارة دبيل سنقوم بورش عمل في الغرفة وورش عمل في مراكز الشركات العائلية لعرض محاسن هذه التشريعات الجديدة وأهمية الشركات العائلية اتباع هذه القوانين المتاحة الآن للشركات العائلية هل نسأل حضرتك طبعا مع معدلات النمو اللي بتحقق خلال الفترة الأخيرة وشاهدنا طبعا العام 2022 ومستهدف من قبل مصر في الإمارات المركزي ب4.3% خلال العام الحالي لأي مدى ده بيظهر أيضا في عدد المنتسبين للغرفة يعني احنا شاهدنا أيضا نمو في العام الماضي في الربع الأول أركم لما تشير سيد عبد العزيز في الربع الأول السنة هذه عدد المنتسبين للغرفة زاد أعلى زيادة عدنا في الربع الأول هذا ما في شك دبي عززت مكانتها كمركز إقليمي للمال والأعمال وحتى أجتنا شركات كثيرة من الخارج تؤسس مراكزها سواء في إمارة دبي أو في المراكز الأخرى مثل المركز دبي المالي العالمي لكن لأي مدى ممكن نتوقع تأثير لضريبة الشركات اللي طبعا تم فتح باب التسجيل فيها منذ الأمس أظن كلنا نستفيد من الوضع الاقتصادي في الإمارات والبنية الأساسية الموجودة في الإمارات وأظن كل شركات تساهم بجزء من أرباحها إلى خلق بيا متميزة للمستقبل أنا أظن الشركات كلها ما عندها مانع في المساهمة في الضريبة وبعدين ما زالت الإمارات هي من أفضل الدول من ناحية الضريبية يعني الآن المستثمر ما عندها خيار وين ما راح فأيدة والأخرى ما زالت الضريبة 35 و30 و40 في أوروبا فيها 50% من الضريبة لو نظرنا أيضا للمنطقة نتحدث عن السعودية 20% الكويت 15% قطر 10% تقريبا وبالتالي مستوى التسعة بالمحرك بترانه هو جيد بالنسبة لهذه الشركات اللي بتحقق نموه في الفترة الأخيرة أعطيني نمو كبير في الأرباح أعطيني السوق مهم وخدمني الضريبة ما عندي مشكلة كمان كنت حابة أسأل حضرتك على المجموعة نفسها هل ممكن بعد طبعا التسهيلات اللي موجودة فيما يتعلق بالشركات العائلية نحن نشوف شركة تابعة أو المجموعة ككل بتترحصة منها في السوق خاصة أيضا نحن كنا بنتحدث علنية لترحصة في السوق السعودي في 2024 وهل أيضا الخطط دي مازالك قائمة سيد عبدالعزيز؟ كل شركة لها خصوصية وكل شركة لها مرحل من مراحلها ممكن تنظر في هذا وأنا أظن أن نزول شركة كبيرة من شركات العائلية مرة وحدة في السوق يمكن فيها مجازفة أنا أفضل أن تنزل أحد الشركات التابعة لها في السوق وتجرب تجربتها في السوق هذه أفضل عن ما تنزل الشركة الكبيرة لأن الشركات الكبيرة تحتاج حوكمة كبيرة والسوق المالي يطلب ميزانية ثلاث سنوات مطبقة بالقانون الجديد فلذلك يكون صعبة عليهم يعني مثلا في شركات نحنا اشتريناها في السعودية من الخصخصة في المملكة السعودية مطلوب من طرح أسهم فهنا مجبورين أن نطرح للشركة للطرح العام كم من النسبة التي ستطرحها للسوق؟ أظن في حدود 40% ومازلنا عند خطة 20-24 في أي ربع أيضا؟ 20-24 أي ربع من العام القادم؟ ما أعرف في نية للتواجد أيضا في سوق دبي المالي على سبيل المثال أيضا سيد عبد العزيز؟ في الوقت الحاضر لا ما في نية هل ينسى الحركة أيضا على القطاع المصرفي؟ طبعا شهدنا أزمة عالمية خلال فترة الماضية عديد من البنوك العالمية تعسرت ويزهر تأثير لها وأيضا لدينا مخاطر بتطال المعدلات النمو على الصعيد العالمي لأي مدى الإمارات بمنأة عما يحدث عالميا أو قد يحدث تأثير بحسب وجهة نظر حضرتك في هذا الشأن؟ وأيضا لأي مدى القطاع المصرفي في الإمارات بيعكس نوع من أنواع القوة؟ لو نظرنا لنتائج أعمال 12 بنك مودرك في الربع الأول ونتحدث على صوفي أرباح ب 17 مليار درهم من نسب نموه محققة خلال الفترة الأخيرة بشكل مرتفع؟ يعني هناك مصرف مركزي يحكم إدارته وتوجيهه للقطاع المصرفي هناك اقتصاد ينمو متسارع بعد الجائحة هذه اللي شفناها هناك ثقة كبيرة في سوق الإمارات إقليميا وعالميا فهناك تغير من هجوم على دورة الإمارات لتأسيس مراكزهم التجارية والمالية فلذلك لاحظنا النمو في أرباح البنوك في الربع الأول أرباح قياسية على مدى 30 سنة فهذا يعكس نجاح سياسة دورة الإمارات ويعكس نجاح سياسة البنك المركزي وسياسة البنوك المحلية والاستفادة من هذا النمو الكبير في الاقتصاد عندك كفاءة رأس المال توصل 17% هذه أرقام خيالية بالنسبة لكثير من البنوك في أوروبا وفي أمريكا فكفاءة رأس المال جيدة نسبة التشغيل منخفضة بالبنوك أرباح نمو كبير فالحمد الله نحن صح في عالم واحد لكن استطاعت القيادة في دورة الإمارات المحافظة على المكاسب الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر